لا للعنف السياسي كان الشعار الوحيد الذي جمع المحتجين من أنصار الحزب الدستوري الحر والكلمة المفتاحة لغضب المشاركين من ممثلين منظمات المجتمع المدني وقفة احتجاجية قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إنها ستكون بداية لتجميع الوطنيين والقوى المدنية التي تدافع عن البلاد وتريدها دولة حرة ذات سيادة يكون فيها الإرهاب والعنف السياسي خط أحمر الإرهاب والعنف والفوضى خطوط حمراء يلزمنا لكلنا من الجوزهاش النجم نختلفه في الأطرحات الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأفكار أو المقترحات هذا ما هو مش مشكلة هذي عنص الإسراء لكن ما نجموش نختلفه وقت اللي يفهم ناس ديوم للأسف الشديد تبرر العنف المتظاهرون رفعوا صور ضحايا العمليات الإرهابية المتكررة في البلاد منذ الثورة وخاصة خلال فترة ترويكا وأكدوا أن كل المؤشرات تدل على خطورة الوضع في البلاد كل المؤشرات تدل على أننا مقبلون على فترة دقيقة من تاريخ تونس اليوم الناس الكل مجتمع المدني وأحزاب والسياسيين وشخصيات وطنية ويقفين بش نقوله لا للعنف السياسي لا لمزيد من الاغتيالات مزيد من الجرائم الإرهابية لأخوان الدم في تونس خايفين برشا من العنف خايفين خاصة معناتها البوادر اللي هوقا نشوفه فهنا معناتها بدأت بمجلس أنه ممكن تتجيح على قطعات أخرى وكان مقر البرلمان قد شهد محاولة اعتداء من قبل محتجين على أعضاء كتلة الدستوري الحر وهو ما عجل برفع دعوة قضائية ضد رئيس البرلمان ومدير ديوانه وبعض نواب اتلاف الكرامة عودة إلى الصحات العامة والشوارع تنديدا بالإرهاب والعنف السياسي والاغتيالات السياسية التونسيون يلجأون مرة أخرى إلى التظاهر سلميا سلاحا ضد العنف تحقيقا لمآرب سياسية وليد عبدالله الحدث دونس